مشاريع شاهد الجديدة من بينهم مسلسل Last Night الأجنبي في عرض أول على شاهد هو من نوع اليوم كنت أتكلم فيها أنا وأنتي راح تعبالي الكلمة الأكوكاليبتك تريلر بالعربة إيش هي فسن؟ لا راحت عني صعب نهاية العالم طبعاً بيصور مدى شاشة مجتمعنا وكيف أننا على بعد شعرة من الانهيار وطبعاً حسنًا حسنًا كتاً صحيح أمسكتاً صحيح أنت لم اكيد مكثرت هناك مكثرة أكثر أفضل لا أعرف أين أن أكون الأشخاص لقد علمتها وأنتful العالم انتعان أفضل ايضاً المسلسل من إخراج كفر سازار وطبعاً من بطولة ماثيو فاكس وجوان فراجات وماثيو طبعاً شرح لنا أكتر عن المسلسل أمل بأموم بأموم وبأموم بأموم بأموم بأمومN بأموم 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 المبدios مثبتين هناك مجلوم اللبعات passion لتود auch Sef Young سب Hideh гарro uh 여기 فلس علم ش encourage فتاه 사랑ار وبأموم بأموم اللبعات فهور ПРЭيل وهدهabe مشت目 بتدقي صوالح وفي هذا الكلام يجب ان نجل على نفسه بقى كمهما ي origami طبعاً الخبر اللحظة في المسلسل أنه بيشارك في بطولة ممثلين سعودين شباب وهم هكيم جمعة وعزيز غرباوي اللي سبقوا ومثلوا مع بعض في رشاش واليوم نشوف صور حصرية لهم من كويلية تصوير المسلسل بالتوفيق طبعاً لنجوم العمل وإحنا فخورين بيهم جداً في السعودية وكل العالم العربي أكيد طبعا وعلى فكرة احنا كمان سبقوا كاللينا لقاء مع عزيز غرباوي اللي حكالنا من المسلسل مؤلف من خمس حلقات وشخصيته اللي بيجزتها بتتكلم عربي وانجليسي أما حكيم جمعة فبيجزت شخصية اسمها خليل ودي ودي قصتها ممتازة في القصة هو خليل هو هو خليل الأكبر من أجل المنزل بمعنى أن تبدأ بإمكانية الأكبر ولكن الأشياء الظروف في الوضع هو خليل الأكبر ومعنى أنه إليه ومعنى أنه من أجل الأكبر من هذا نايف مجدد الدفاع الأمميسي إلى Govverlymangan ومع بأسفت على مجتمع بمجتمع من جيدة وعندما يتعلق لأجهد ما يتعلق يتعلق شاهد أبسنت أولادنا في السعودية بيمثلوا في عمال الآن عالمية الحمد لله ويحن لسا في البداية مبروك لحكيم جمعا مبروك لعبد العز غرباوي ونحن فخورين بكم جداً طبعاً المسلسل سنطلق عرضه على شاهد BUP بوكرا بإذن الله ساعة موش ساعة بوكرا 9 سبتمبر